نذهب الى مباراة الزمالك والوداد المغرب فيه بس بعض النقاط يا جماعة عايز اتكلم فيها وده مهم جدا انه يمكن واحنا نبارح على الهوى جلنا الخبر بتاع انه في جماهير ستحضر مباراة الوداد والزمالك وزي ما تابعنا في الموجز انه هم حوالي 40 الف متفرج النهاردة الرجاء كان بيلعب حرية كونكري وكسب 1 صف بس زملاء انا في الاعداد يقولون شكل الجماهير كان عامل ازاي لانه مبارح لما كان معنا زمننا الصحفي المغربي قال انه لسه في بعض المشاكل اللوجستية مع الزميل حمزة شتوي لكنه اعتقد انه في جماهير حضرت يعني طيب هل حضور الجماهير يفرق اه شوية يعني يفرق نفسيا مع اخوتنا الاعزاء في الوداد المغربي وهذا حقهم يعني انه طالما ما فيش معانع يحضروا يعني طيب يأثر على الزمالك في ايه يعني في ايه يعني انا النهاردة بتكلم في ابو جبل دولي في المسلوسي دولي في الونش دولي في فتوح دولي في اه اشرب بن شرقي دولي في زيزو اه دولي في امام عشور دولي لعبة كلها دولية فما اعتقدش انه في حاجة اه ممكن تؤثر على فرقة الزمالك الا حاجة واحدة بس اختيار التشكيلة الصحيحة فرقة الاسكوات زي ما بقوله الصح اللي حيلعب هذا اللقاء وطريقة توظفهم في الملعب وطريقة اللعب اللي حيلعب بها باتريس كارتيرون ده اللي حيفرق بشكل كويس هحاول اقول لكم التشكيلة المثالية لفريق الوداد المغربي وعلى فكرة هو عنده نفس معاناة الزمالك يعني هو خسر مباراة في الدوري من حسنية اغادير وخسر مباراة في البطولة الافريقية من اتليتكو مدريد عفوا اتليتكو مدريد كل مرة اقول لها اتليتكو مدريد من بترو اتليتكو الانجولي الزمالك تعادل مع بترو اتليتكو وخسر من اه فريق سموحة في الدوري فالدنيا متشابهة يعني مش بعيدة اوي عن بعضها طبعا فوز الرجاء النهاردة بيحمس جماهير الوداد انها تبقى موجودة بكرة والرجاء والوداد زي الاهلي والزمالك في المغرب بالزبط يعني نفس الدربي ونفسه 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 وهكذا يعني فانا كل ما اتمنى ان شاء الله انه فرقة الزمالك تلعب مباراة جيدة تصريح كارترون النهاردة قال انا عايزة استنى عشان احقق بطولة كبيرة مع نادي الزمالك قال ان احنا استعدينا بشكل جيد لهذا اللقاء واحنا جاهزين ان شاء الله ان احنا نعمل حاجة جيدة في المقابل مدرب الوداد وليد الركراقي قال ان الحضور الجماهيري ده مساعدة من ربنا وقال ان مواجهة الزمالك لان تحسم صح بس مواجهة الزمالك والوداد الى درجة كبيرة حيبينوا الصورة لانه كل فرقة تكون لعبة اربع جوالات فالدنيا هتبقى الى حد ما واضحة وانا دايما بقول اذا الزمالك لم يفوز لا يعود مهزوم على الاقل ترجع لنا بنقطة مش هنكون سعداء قوي لكنه نقطة احسن من لا شيء لانه في حالة تعادل الزمالك هيبقى ثلاث نقاط وهيبقى الوداد اربع نقاط وهيستقبل الوداد هنا في القاهرة وهيكون برضو عدد من الجماهير بيساند الزمالك في اللقاء بامر الله سبحانه وتعالى نتمنى ان دايبقى موجود يعني ومجموعة الاهلي خلاص بقى مجموعة سخنة المريخ اربع نقاط ساندونز اربع نقاط الاهلي نقطة ولكن من مباراة واحدة في حالة فوزه بامر الله بكري يبقى اربع نقاط يبقى فيه تلت فرق اربع نقاط الاهلي وساندونز والمريخ الفارق من المريخ وساندونز من تلت مباراة والاهلي من مبارتين